موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من الثمن الذي تستمر الصحافة في دفعه أثناء الحرب حيث عنوان موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية رابطة الإعلامين اليمنين تنعى استشهاد الصحف العبادي في الجوف وقال الموقع بوست نعت رابطة الإعلاميين اليمنين في الوسط الصحفي استشهاد الصحفي مبارك العبادي على أياد ميليشي الحوث والمخلوع أثناء تغطيته للمعارك في الجوف موضحاً أن مقتله أثناء قيامه بعمله كصحفي تكفل القانون الدولي بحمايته كشف عن الوجه الحقيقي لجماعة الحوث التي لا تفرق بين الصحفي والمقاتل كما دعت كل المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والمنظمات المعنية إلى استنكار وإدانة هذه الجريمة مؤكدة أن استهداف جماعة الحوث للصحفين عمل ممنهج وليست المرة الأولى وفي ذات الموضوع رئيس الوزراء يعزي في استشهاد الصحفي مبارك العبادي لماذا عرقلت روسيا البيان الأممي؟ بالشأن اليمن كان هذا ما تساءل عنه موقع المصدر أونلاين وأجاب عنه الدبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتزوف والذي قال إن رؤية موسكو واضحة ومفادها عدم الانحياز في اليمن وأن الضغط يجب أن لا يكون على طرف دون آخر بل دعوة الجميع إلى عدم الاقتتال أما الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد جميح فرأى أن ولد الشيخ قدم رؤية أممية للحل السياسي وقعت عليها الحكومة ولم يوقعها الحوثيون متسائلا كيف تكون موسكو داعمة للمبعوث الأممي وهي تعرقل في نفس الوقت مطالب مطالبه أو مطالبة مجلس الأمن بدعوة الحوثيين وصالح إلى التوقيع ووصف جميح موقف روسيا بأنه فضيحة دبلوماسية وسياسية ومخالفة للقرار الدولي 2216 وغيره من القرارات وعضف أن وثيقة الاتفاق صيغت من أفكار قدمتها دول أعضاء دائمة العضوية ولم تكن روسيا بعيدة عنها لافتا إلى أن الحكومة رغم اعتراضها على الكثير من النقاط وقعت عليها بغية السلام مادزوف من جهته نفى أن تكون لدى روسيا رغبة للتدخل في الملف اليمني بل إنها بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن عليها أن تأخذ موقفا من هذا الحدث أو ذاك لافتا إلى أن بلاده تأخذ في الحسبان أمنها القومي والتهديدات الإرهابية الماتلة مصير الشرعية في اليمن تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال الكاتب في أجزاء من المقال بالأمس القريب كان إعلانهم الدستوري الذي تبخر سريعا وبعدها جاءت لجنتهم الثورية لتكشف درجة الإنزلاق العبثي في الإصطفافات الضيقة والتبديد العشوائي لمقدرات الدولة وصولا إلى شن الحرب على المواطنين في مدنهم آمنة متحدثين دوما عن شرعية الأمر الواقع للحثيين كأنهم بعيدون عنها وبقدر كبير من استغفال شهود العين الذين رأوا بأم أعينهم متوالية سقوط العاصمة صنعاء والدورة الكبيرة الذي قامت به معسكرات صالح في تمكين الحثيين من مقدرات الدولة وصولا إلى استبدال أجهزة حماية الشرعية المقرونة بالولاء للدولة والوظيفة العامة بالميليشيات القبائلية العصبوية الخارجة من تضاعيف الولاء الأعمى للقائد الذي اصطفاه الله لولاية البلاد والعباد وبهذا المعنى يتم تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته جمهورية سبتمبر في الشمال وأكتوبر في الجنوب لتعود الإمامة التاريخية لمستحقها وينصرف الرعية لخدمة سادتهم البروفة الجديدة لتحالف الإنقلاب لا تغير من جوهر الأمر شيئا لكنها تكشف أيضا وضمنا معنى الاستمرار في المناورات المكشوفة والأكاذيب العارية ففي الوقت الذي يعلنون فيه إطارا تحالفيا مكشوفا يهمون العالم بأنهم لم يكونوا على هذا القدر من التحالف في الماضي في الوقت الذي يتخطون فيه عتبتي ما أسموه بالإعلان الدستوري واللجنة الثورية يعيدون السيناريو ذاته باسم جديد وفي الوقت الذي يقدمون فيه تنازلا إجرائيا شكليا لامتصاص الغضب الدولي يباشرون على الأرض الأعمال الميدانية ذاتها التي تستهدف خلط الأوراق عبر الهدف المثالي للميليشيات والمتمثل في قتل المواطنين أينما تيسر ذلك وصف موقع تغير نت ما حققته أو ما حققته المقاومة الشعبية في تعز بأنه مفاجأة وعنوان الموقع مقاومة تعز تفاجأ الانقلابيين وتسيطر على جبال الصلو المطلة على حيفان وطور الباحة وقالت التفاصيل تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم شنتهم ميليشي الحوثي وقوات صالح على مواقعهم في عدد من الجبهات القتالية بمدينة تعز وقالت مصادر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين مقاتل الجيش الوطني المسنودين بالمقاومة الشعبية وبين ميليشي الحوثي وصالح في جبهتي الدفاع الجوي والزنوج شمال المدينة وفي السياق ذاته وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى مديرية الصلو وتمكنت من التمركز على جبال الصلو الاستراتيجية التي تطل على حيفان وطور الباحة وهيجة العبد ومدينتي الدمنة والراهدة التي تقعان تحت سيطرة الانقلابين جنوب تعز إلى موقع الوحدوي نت والذي عنونا في أحد موضوعاته وقال خبراء أمميون الحوثيون استخدموا المدنيين دروعا بشرية وفي التفاصيل قال الموقع أكد خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن أن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية وقال الخبراء في التقرير أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة البخة في منطقة المخة بمحافظة تعز بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وأضاف التقرير أن فريقا من الخبراء وثق انتهاكات للقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح في اليمن وأشار إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تدرس معلومات من لجنة الخبراء لتقرر ما إذا كان هناك أشخاص أو مجموعات يتوجب إضافتها إلى القائمة السوداء بسبب انخراطهم في تلك الانتهاكات أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن موقع يمن مونتر عنوان الصحة العالمية سقوط 6600 قتيل منذ بدء الصراع في اليمن منظمة الصحة العالمية قالت أنه تم تسجيل 6600 قتيل وقرابة 33000 جريح بسبب الصراع المتصاعد في اليمن منذ مارس 2015 وأكشف التقرير الذي نشرته المنظمة أن أعلى نسبة سقوط قتلة تسجيلها في شهر يوليو 2015 حيث قتل 1094 شخصا يليه شهر مايو من ذات العام بتسعمائة وأربعة وستين شخصا ثم يونيو بثمانمائة وثلاثة وسبعين شخصا فيما تراجعت النسبة بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة من ذات العام وفي الإحصاءات الخاصة بالجرحة قال التقرير الذي طلع عليه يمن مونتر إن أعلى الأرقام لأعداد المصابين سجلت في شهر يوليو ويونيو من العام الماضي حيث تم تسجيل 6265 جريحا و 5268 جريحا على التوالي السيناريو الأسوأ في اليمن بالانتظار تحت هذا العنوان كتب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط وقال الرميحي الآن علينا أن نسلم بواقع الأمر وهو ببساطة يرتكز على حقيقتين الأولى أن الدولة العميقة في اليمن التي رعاها صالح لفترة تزيد على ثلاثة عقود قد قررت أن تقوم بثورة مضادة بعد رفض الشعب لكل ما يمثل صالح من حكم والثانية أن الطريقة التي تم بها إجهاض الثورة الشعبية هي في تمكين فصيل مسلح له ارتباطات خارجية للقيام بالعمل الشائن الاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة تلك الثنائية سلمت الأمر بطبيعة الحال في اتخاذ القرار لمن يناصرها وهي طهران والقرار يتخذ اليوم في صيرورة اليمن من طهران وليس الحوثي ولا حتى صالح وطهران لا يهم مهدم اليمني أو وحدة اليمن المهم لديها إشاعة أكبر قدر من عدم الاستقرار في المنطقة تلك هي المعادلة التي يجب فهمها أما الباقي فهو التفاصيل محادثات الكويت اختلط فيها العمل السياسي من حسن النيات من جهة وضغوط دولية من جهة أخرى إلا أن طهران لا تريد الوصول إلى توافق يمني وليس لديها مانع أو رادع من استنزاف العرب وخصوصا دول الخليج في حرب طويلة إن كان ذلك يحقق لها أهدافها وهي إضعاف المقاومة في الضفة الغربية من الخليج وإن أمكن استعداء دول الغرب لما ينتج من آثار الصراع الجانبية في وقوع ضحايا مدنيين إلى موقع الصهريج والذي عنون في صفحته الرئيسية انتشال جثتي شابين توفي غرقا في أحد سدود محافظة أبيان وجاء في التفاصيل انتشل مواطنون جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا في سد وجر المائي الواقع شرق مدينة مودية بمحافظة أبيان وضحت مصادر إعلامية أن شابين من أبناء مدينة لودر توفي غرقا أثناء محاولتهما السباحة في سد وجر المائي أحد أكبر السدود بأبيان وضف المصدر أن جثتي الشابين نقلتا إلى مسقط رأسهما في قريتهم بلودر بعد أن تمكن سباحون من انتشال جثتهم ومن العناوين أيضا جنود مجهولون يحاربون الظلام في المحطة الكهروحرارية سي الحسوة إلى موقع عدن تايم الذي تابع أحد الموضوعات المتعلقة بعادة الحياة إلى العاصمة المؤقتة عدن توفر جهاز لتشغيل ساعة بيكبين التاريخية بالتواهي وقالت التفاصيل تعاود ساعة بيكبين في عدن العمل قريبا عقب توفير جهاز جديد لتشغيلها يضيف الموقع استلم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعدن من برنامج تطوير مدن الموانئ جهاز تشغيل الساعة الواقعة على هضبة جبل التواهي وأوضح سمير الوهابي رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بالتواهي لعدن تايم أنه وبعد متابعة استمرت لأكثر من خمسة أشهر مع البرنامج تم توفير جهاز التشغيل مع جهاز الساعة قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير كيبقوا معنا نعود ترحيبكم مشاهدين ونصحبكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من الصحف الكويتية وتحديدا من صحيفة الرأي والتي غيرت اهتمامها من متابعة مشاورات اليمن إلى تتبع خروقات الميليشيا الحوثية ضد اليمنين وعنوانة الصحيفة الأمم المتحدة الحوثيون استخدموا المدنيين دروعا بشرية وقالت الصحيفة أن تقريرا سريا أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن أكد أن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية وأن عناصر تنظيم داعش في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال وقال التقرير أن الحوثيين حولوا نحو 100 مليون دولار شهريا من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم وأن احتياطات النقد الأجنبي في المصرف المركزي انخفضت إلى 1.3 مليار دولار في يونيو 2016 من 4.6 مليار دولار في نوفمبر 2014 صحيفة البيانة الإماراتية نقلت تطورات المشهد السياسي اليمني وعنونت محادثات الكويت تختتم أو تختتم اليوم بنصف نجاح تقول الصحيفة في التفاصيل تختتم جولة المشاورات اليمنية في الكويت اليوم دون التوقيع على الاتفاق المقترح من المبعوث الأممي بسبب رفض الانقلابين تسلسل المسارات بدءا من الجانب العسكري رغم موافقة الشرعية على الاتفاق الأولي وفق السيغة الأممية وتضيف الصحيفة غير أن الختام بعد شهرين ونصف الشهر من التفاوض حامل معه نصف نجاح انتشالها من الفشل الكامل عبر موافقة طرفي المشاورات على استئنافها واستمرار جهود الدول الراعية خلال مدة توقف المشاورات في الفترة المقبلة من أجل وضع ملامح سيغة الاتفاق النهائي نقلت صحيفة القدس العربي عن قائد مقاومة تعز حمود المخلافي قوله أطراف داخلية وخارجية سهلت للحوثين السيطرة على صنعاء ومرتبات المقاومة لم تصرف منذ أربعة شهرا وقال قائد المقاومة الشعبية في مدينة تعز عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني لم تستلم مرتبات لمدة أربعة عشر شهرا وهي المدة الفعلية التي انطلقت خلالها أعمال المقاومة والجيش الوطني في المدينة وأشار المخلافي إلى أن التحالف العربي يملك عتادا عسكريا ضخما في عدن ومأرب دون أن يساعد مقاومة تعز بشيء من ذلك وأكد أن هناك تعمدا في إرجاء الحسم في المدينة وذكر الحوثيون ليسوا بهذه القوة لأن أبناء عزلة واحدة في دماج صمدوا شهورا طويلة أمامهم في محافظة صعدة مشيرا إلى أن أطرافا داخلية وخارجية لعبت دورا في دخولهم العاصمة صنعاء للتخلص من أطراف بعينها ولمصلحة أطراف أخرى الحوثيون الكر والفر تحت هذا العنوان كتب علي أبو الريش مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب في أجزاء من المقال ما زال في الروح رماقة إن شؤتم الإذعان للحقيقة فإن يد الشرعية مبدودة من أجل صلاح اليمن وعافيته فلا التعنت يفيد ولا التزمت يصلح ذات البين ولا الاتكاء على أجندات من لا هم لهم إلى إشاعة الخراب والدمار في الوطن العربي لتحقيق أحلام تاريخية ما عادت تجدي ولا تفيد إلا لمن فقد البصرة والبصيرة نقول الحوثيين إن الاختباء في معاطف الجبال الشاهقة وخلف أجزاء الأبرياء لن يعطي مسوغا للحياة وما الحقيقة إلا مصباح الحق ونور الاستحقاق فمن يحب اليمن عليه أن يخرج من قيد العباءات السوداء ويعلن ولائه الحقيقي لهذا الشعب الذي عانى من الحروب ما يكفي وأن يكشف عن وجهه ويقول هأنا ذا أواجه الحقيقة بصدر عار دون خداع أو مراوغات أو مهاترات أو افتراءات أو هراء اليمن بحاجة إلى رجال ينتمون إليه لا عليه ويضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من دون مساحق تجميل أو رتوش أو خدوش اليمن اليوم يجب أن يستفيد من صراح الأخوة الأعداء الذي عمى أرجاء واسعة من وطنين العربي وأن يستعد الذاكرة إلى الوراء فإن التحالفات التكتيكية أضرت بالاستراتيجية وأطاحت بمستقبل اليمنيين الذين يعانون من ويلات الفقر والأمية ما يجعل هذا البلد مشروع دولة فاشلة إذا استمر الحوثيون في تحالفاتهم المشبوهة وانحيازاتهم للباطل وبأي ثمن اليمن السعيد لن يكون سعيدا في ظل انهيار الذات اليمنية تحت وطأة النفاق الحوثي وتشرذمه القيامي صحيفة الشرق الأوسط تابعت الأوضاع في منطقة طور الباحة وعنونة أحد صفحاتها طور الباحة الخط الدفاع الأول لعدن تقترب من كارثة إنسانية وفي التفاصيل تعاني المديرية الفقر والبطالة وشح الموارد الغذائية بعد المواجهات العسكرية العنيفة بين قوات المقاومة الشعبية والانقلابين منذ مطلع العام الماضي وتتابع الصحيفة بعد أن عرفت طور الباحة تاريخيا بهدوئها البعيد عن تعقيدات أو عرفت بتاريخها البعيد عن تعقيدات العالم واحتياجاته العصرية أصبحت اليوم أرضا تسقيها الدماء المقاومين الذين ضحوا بأرواحهم لصد تقدم ميليشيا الحوثي وقوات الانقلاب فعند الحدود الشمالية للمديرية تتمركز الميليشيا الانقلابية في كل من القبيطة وحيفان ساعية إلى الوصول نحو مركز المديرية الذي يبعد عن هذه المواقع بضعة كيلومترات فقط لكنها تجد مقاومة شرسة من قبل المقاومة في طور الباحة يقول المدير العام لمديرية علوان العطري إن استمرار الحرب وطول أمدها سبب الكثير من الكيارات الاقتصادية وظهور البطالة والمتسولين وأصبح وضع المواطنين يقترب من الكارثة الإنسانية في ظل غياب فرص العمل وتأخر الرواتب لعدة أشهر وانهيار العملة واختفاء المشتقات النفطية التي تسببت في انهيار الورش وتوقف وسال النقل وتوقف آلات ضخ المياه في المزارع وبالشأن الاقتصادي عنونة صحيفة العرب الجديد البنك المركزي اليمني يعجز عن سداد الرواتب قال مسؤول في البنك المركزي ومحللون اقتصاديون للعرب الجديد أن اليمن يواجه خطر توقف رواتب موظفي الدولة والبنك المركزي اليمني استنفد كل أدواته ووصل إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة وأشار المحللون إلى أن الوضع المالي أصبح أكثر صعوبة بل ومن المستحيل أن تتمكن سلطة المالية اليمنية في صنع الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن شهر يوليو والوفاء بالتزاماتها المختلفة إلا في حال حدوث توافق سياسي وتوقف الحرب واعتبر المحللون أن استمرار الحرب في ظل توقف إرادات الدولة النفطية وتوقف الدعم الخارجي لتعزيز احتياط البلد من العمليات من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالي وصولها إلى نقطة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة سيكون له آثارا كارثية على الاقتصاد الوطني وسيزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلد الهند تنبذ داعش تحت هذا العنوان كتب رئيس مركز الدراسات الإسلامية سينيو ديلهي ذكر الرحمن مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد وقال الكاتب الهندي على خلاف ما هو قائم في الغرب فقد بلغ عدد كبير من المسلمين في الهند قمم رفيع في كل المجالات تقريبا وانضموا إلى صفوف الأذرياء والمشاهير والحال ليس كذلك في الغرب حيث المسلمون باستثناء حالات قليلة من الجيل الثاني والثالث ليس لديهم أي أمل تقريبا في أنهم سوف يصعدون إلى القمة ذاتيهم وشعورهم الدائم بأن المجتمع الغربي ينظر إليهم باستهانة وارتباطهم بحياة مملة ومثيرة للضجر يجعل داعش بديلا جذابا والحوافز في باكستان وبنجلادش مختلفة ففي باكستان دفعت الكراهية العميقة للهند بسبب تمسكها بالسيطرة على كشمير إسلام آباد إلى استخدام الإرهاب كسلاح في الحرب وفي بنجلادش فإن العداوة المستمرة بين الحزبين الرئيسين وهما حزب رابطة عوامي وحزب بنجلادش الوطني هي ما ساعد الإرهابيين على أن يجدوا مكانا لهم وسط هذه العداوة في المجتمع ولذا نؤكد أنه حتى لو كان من الصحيح أن هناك صعودا لعناصر من الجناح اليميني الهندوسي لجأت إلى قتل عدد قليل من المسلمين لمجرد الشك في أنهم يحتفظون بلحوم الأبقار في منازلهم وأن بعض المتشددين وسط المسلمين الهنود يفكرون في الثار لكن احتمال أن تحرز داعش انتصارا وسط المسلمين الهنود ليس مستبعدا فحسب لكنه مستحيل تقريبا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه متابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر